موسيقى مساء الخير عليكم يا صبايا مساء الخير عليكم يا شباب بحشتوني جدا من المبارح قبل ما ندخل في الموضوع حلقاتنا عايزة اتكلم في الموضوع يمكن اتكلمنا في على مدار 18 سنة 3 مرات وبالرغم ان هما كانوا 3 مرات الا ان احنا صنفنا من خلال الناس المتفرجش على البرنامج ان احنا برنامج عفريت او بنتكلم عن الجن او بنحاول نقنع الناس ان هناك وجود للجن او ان احنا بنتكلم في خرافات وده طبعا ملوش اي اساس من الصحة لان احنا على مدار 18 سنة 18 سنة كلنا منتلع 3 مرات يعني 12 مرات في الشهر 12 في 12 شوفوا في كام في 18 يعني احنا عملنا الاف والاف من الحلقات وعملنا 3 حلقات عن الجن يمكن البنت اللي كانت بتنزل دم من قانيها الخمس فتيات الممسوسين الولد اللي بينازل زلط من قانيه ولما يكون هناك اي تفسير علمي لاي حالة من الحالات دي يعني احنا الولد اللي بينازل زلط من قانيه ده احنا رحنا عملنا كونسولته في العيون الدولي وكان على رأس الكنسولته ده الدكتور الله يرحمه الله يرحمه دكتور بيش ناوي توفى من حوالي شهر ما يلقوش اي تفسيره واللي حصل قدامهم ما كانوش يتخيلوا ابدا ممكن يكون فيه تفسير تاني انا ما عرفوش يعني ممكن يكون مش جن ومش علم يعني حاجة ما توصلنا لهاش لسه او ما عرفناش ايه تفسيره ولكن يمكن هم دول التلات حلقات اللي احنا عملناهم ليهم علاقة بالموضوع ده وبالرغم من هذا بقولكو من كتر ما الحلقات دي سماعت جدا 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 الناس اخذت فكرة ان احنا برنامج دايما نتكلم في الحاجات دي الحقيقة الكلام في الحاجات دي نقمة ويمكن مش عايزة بس اقول كده بس فعلا انا برجع كل المعوقات والمشاكل ان احنا دخلنا في المنطقة الشائكة اللي انا اخدت عهد على نفسي ان انا ما تكلمش فيها تاني ومؤمنة بيها دي حاجة شخصية مش مفروضة اعلنها ولكن طبعا من الحاجات اللي شفتها اللي ما فيهاش فريم متفابريك عشان الناس كنت تقول ايه دا دي اللي بتنزل دمها من عينيها دي دا مرض عينينه وبتاها ما كنتش بتنزل دم من عينيها كنت نزل دم من عينيها ومن ودنها ومن حتة تانية بجسمها لمجرد انها تسمع قرآن او لمجرد انها يعني حاجات تانية كتير مش موضوعنا يعني فيه ايات قرآنية بتدل على ان هناك مس من الجن السحر تذكر في القرآن ولكن فيه بعض علماء الدين طبعا ديهم كل الاحترام زي الشيخرة الجنزي وغيره يقولوا ان ان ما فيهاش اي تأثير من الجن على حياة الانسان مهم ان كل واحد وقناعته الشخصية وبيست يعني زي ما بيقوله بيستفتي قلبه وكل واحد اللي اللي فاهمه او اللي شايفه ولكن عشان اقول بس ان لما كبرت كده عرفت ان دي منطقة مش مفروض ان حد يقرب منها يعني حتى لو انت حاسس انك مأزي حتى لو انت حاسس ان فيه حاجة غلط حتى لو انت مؤمن جدا بالسحر والاعمال ما تدخلش نفسك في الدائرة دي انا من ساعة ما دخلتها وانا يعني حياتي الحمد لله فمن فضلكم من فضلكم غير القرآن الكريم موجود الانجيل موجود بكل واحد يعني حسب مسلم او مسيحي كتاب ربنا والصلاة والعبادات والدعاء لله سبحانه وتعالى فقط لان الدجالين بيعملوا حاجات غير ادمية ولو دجال حتى يعني مش هنقول دجال لو انت بتقول عليه مثلا دي علاقة بالجن او يقدر يفك سحر او يقدر دايما يقدر يفك سحر يقدر يعمل سحر وتفضل انت في الدائرة دي عشان تفضل تدفع فلوس انا شفت فيديو تعالوا نشوفه مع بعض وهيأكد على كلامي معانا شيخ عالم العلماء الأزهر تعالوا نشوف الفيديو ترجمة نانسي قنقر 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 إنه مش فاضي يرد على الفيديو ده الفيديو ده عبارة عن قصة اللي كانت مكتوبة يعني تحت الفيديو ده لقناها على الصفحة الشخصية بتاعة الأستاذ وبعدين بعد كده لقناها على صفحة تانية إن ده معمول عمل معمول يعني مش عايزة أقول مصطلح ولكن يعني حاجات تخص كلب المفروض إنه هما كده كانوا بيطلعوا العمل إن الراجل ده معمول له عمل قدام القبر ده وبيطلعوا العمل ده أولا الناس اللي أنا ممسوسة اللي أنا شفتها في حياتي يعني ما كانتش بيبقى شكلها كده ثانيا هو يعني وما خلقنا الإنس والجن إلى اللي يعبدون يعني الجن موجود ده ده مذكور ولكن هل ليه تأثير على البني آدم هل يقدر يبوز حياته هل يقدر مش عارفة إيه هل اللي حصل ده إن حد يقرأ حاجات أو يرش حاجات أو يحفر كده ويطلع عمل وحاجات كده فيه فرق بين إنك تؤمن بحاجة وفيه فرق بين إنك تشجع على الدجل والشعوزة فيه فرق كبير قوي والأسف أنا فشلت في الفترة الأخيرة أو في السنين اللي فات أنا أفهم الناس إيه الفرق ممكن أنا أبقى مؤمنة بالسحر والجن وكده فبدأي بصلي بقرأ قرآن بقرأ صورة البقرة للمسيحيين أروح لقديس أروح لقص مثلا يصلي علي كده ولكن أحفر ورش وأعمل مش عارفة إيه يعني المنظر ده بالنسبة لي بصراحة كان أنا مش هقول حاجة لأنني رأيي مش مهم إحنا معانا دكتور علي محمد الأزهري عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أفندم وبالسهدك المشاهدين أنا الحقيقة عشان كان لي يعني سابقة سابقة أن أنا أقدم حاجات ليها علاقة بالجن ويمكن أنا شفتها بعيني وما كذبتهاش لأن كانت حالات حية جدا يعني 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 مثلا الفتيات مثلا اللي كانوا ممسوسين مثلا كان بقالهم سبع أو تمن شهور البلد كلها شهد عليهم أنهم في الحالة دي وبعد ما تم علاجهم بالقرآن وراحوا عملوا عمرة وكده رجعوا أسوياء جدا ولكن ما حدش يقدر يجزم على حقيقة الموقف أن هل الجن دي تأثير على حياة البني آدم ولا لأ ولكن خلينا نبقى يعني محددين الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي ده هل يمت بأي صلة لأي حاجة حقيقية أو صحيحة أعود بلاه السلام عليم من الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أمين أمين طبعا تأكيدا للكلام اللي حضرتك يعني ذكرته قبل أن أتحدث أنا المس يعني له يعني أمور معينة لكن يعني أن ينقلب الأمر إلى أعواء أو إلى فعل كفعل الكلاب كما نرى دون قراءة قرآن حتى وحفر وحفر أنا بقول حضرتك هذا ضرب من السفة وهذا ضرب يعني وعنا مش عايزة غلط في حد إحنا غطينا ويش أنا قلت حتى مش عارف يمس لا 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 بص حضرتك يا فندم هذا ليس بالخطأ أبدا ماشي إن إحنا يعني كما يقال يعني نأكل بعقول الناس من أجل أن نذلل على شف هذا سفة ماشي ولذلك حد تواغد عهد على نفسي إن أنا مفتحش موضوع السحرة ده الفيديو ده كمسكفي لا 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 حضرتك ده حضرتك لكي كل الشكر يا فندم لكي كل الشكر على أنك يعني قمت بأداء هذه المهمة اللي هو اللي نحن بنقول حتى مثاق الشرف الإعلامي من ضوابطه أن تبين للناس الحق من الباطل وطبعا هذا هو الذي نراه بأم أعيننا يعني لما نشوف البسطاء عندما ينخدع بهذا الأمر ده ممكن أصلاً واحد عمي ولا واحد يعني عنده شيء من الوسوسة أو ما شابه بيمشي في الظلمة بخاف يقعد لواحد في البيت خاف يشوف هذا الأمر ربما يسرع ربما يدخل في نوبة اكتئاب بسبب ما رأى وبنوبة من الزعف فطبعاً يعني وأنا أناشد القضاء المصري وأناشد المشرع أن يضع حداً رادعاً لهذه الجريمة النكراء التي نراها هذا الأمر يعني ده حضرتك تزهق سنوياً على السحرة والدجالين والمشعوذين لو الفيديو بيكسب على الانترنت كمان من اليوتيوب طبعاً يا فندم أنا كنت سأتي إلى هذه النقطة بعد ذلك يعني لكن أقول لحضرتك انظر إلى هذا الأمر آه هو في مس عندنا في الإسراء آه في مس طيب ودليل ده دليل ده النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البريهقي وغيره أن يدئ له بصبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبي كان به مس ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وضح المس في القرآن فقال كالذي يتقبطه الشيطان كأنه كده واحد عنده والسوات واحد الناس فهندم مش قادرة تفهم أن حتى الحسد نوع من أنواع المس فعلاً فأقول لحضرتك الواقع يعني هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جاءوا بهذا الصبي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اخرج يا عدو الله أخرج يا عدو الله فخرج فبرئ الصبي مما كان فيه طبعاً إحنا ما شفناش ولا سمعنا حالات على عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة ولا التابعين ولا من جاء بعدهم حتى الآن يعني أنه هو ينقلب إلى ذئب أو ينقلب إلى كلب أو ينقلب إلى شيء ما رأينا هذا إلا في الأفلام القديمة الأفلام التي كانت تعرض قديمة اللي هي الأبيض وسود ينقلب إلى ذئب ينقلب إلى نفس ما كانش فيها كده برد ما كانش فيها أنه تصحر فتقلب مش عارفة إيه لا 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 كان فيه بعض الأفلام أنا أذكر فيلماً منهم يعني كان واحد ينقلب إلى أشبه بأنه حيوان مفترس أو ذئ لا يعني يعني الفيلم الوحيد اللي نقدر نقول أنه هو تكلم عن الموضوع ده هو الإنس والجن الفنان عدد جمام نعم وغيره لا فيه فيلم أبدو دوسو التاني أستاذ رهام لو حضرتك كده الإنس والجن كان يعني كان بيقدم الموضوع بيطرحوا من أجل العلاج ومن أجل تبصير المجتمع بالسحرة وبالدجالين وهكذا أنه في آخر الفيلم عايزة العالية تخلص من الجن بآية الكرس لا بآيات القرآن الكريم فأنا بقول لحضرتك يعني أنا كالنفس أن أنا أستمع إلى هذا الساحر أو إلى هذا أنا كالنفس أي والله إلى آية قرآن ونفس أن حضرتك تجيبي تلمناه والله مش عايزة أقول اسمه على الهو عشان نسمه تدورش عليه يا فندم ده أنا نفس حضرتك تجيبي كده وجها لوج ويقرأ آية من كتاب الله يقرأ الفاتيحة قرأة صحيحة وأنا نفسي أقول لأ أنا أصلا أنا برضو بقالي كتير بغطي الحاجات دي فحياتي ما شفت حاجة كده ولا شفت استخفاف بعقول الناس كده يعني ولا نجد هذا الأمر يعني بقول حياتك حتى الولد مش عارفي يمثل يعني أنت جايب حتى حتى ممثل فاشل طب هو الواحد يعني معلش يعني عندما يعني حضرتك حضرت حاجات حالات علاج كثيرة جدا حضرتك بتشوفي لما بيقرأ عليه القرآن أو كده بيبتدي أنه يتحرك يبتدي أنه يتكلم طب هو لا في قرأة القرآن ولا في حتى دعاء ولا في حتى قرآن في الغل من الموبايل هو المفروض أنه هو ما بيبقاش وعي لنفسه عشان ياخد فاس ويحفر وهو ما بيبقاش حالته الطبيعية أساسا عشان طب ما هو الكلب وطبيعته نعرفه يعني أن جلد الكلاب يفترسون من حولهم أو على الأقل أنه هم يعني يحدثون لهم خوفا أو زعرا وبعدين معلش هو بيطلع العمل من الأبر يعني جايب الراجل يتفرج ليه قدامه أو هو بيطلع العمل من الأبر يعني فأنا بقول لحضرتك أنا وناشت المشرع المصري أن يجد يعني عقابا رادعا لأمثال هؤلاء والرقي أصلا في الأصل لا تصحه إلا بالقرآن الكريم بصبت وأنا هقول لحضرتك حاجة تانية لو تعرف حالك كمية الجرائم اللي بتجيلي وأنا ما مقدرش أزعها خوفا أن الناس تتخد أو بعض الدجالي يعني كل الدجالين بيستعملوا حاجات حالك مش متخيلها بيستغلوا بيها الستات والرجالة يعني يقول لها أصلا عشان أفكلك العمل لازم تعملي كذا أصلا عشان أفكلك العمل لازم مش عارسة إيه جرائم أخلاقية حياتي مش متخيلها أحد الناس بالفعل جاء إلي وقال لي زوجاتي ممتوسة وتقوم بتكسير الزجاج ولا أدري مش عارف إيه وكذا طيب وبعدين قال ذهبت إلى فلان الفلاني فقال لابد يعني أنا أفعل مع زوجاتك كذا حتى يعني أشفيها يعني هذا العمل بالفعل يعني قلت له يعني أنت متأكد يعني فعلا فعلا لازم الناس تبقى عندها إيمان كافي إنها تعرف بص للسما كده وتعرف إن اللي رفع السما دي فوق أكيد قادر على إنه يضيع أي حاجة في الحياة يعني يزيل أي نوع من أي أزى حتى لو من إنس من جن من يعني من أي حتة فإن بدأ حضرتك كما قلت وتفضلت آية كرسي تكفي تكفي وبعدين إحنا عندنا البن قرى نردونا سبحانه وتعالى منه المسلم ومنه المسيح ومنه اليهودي ومنه دون ذلك هو كالإنسان وأن بسواب فطبعا يعني حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعوا منه القرآن الله سبحانه وتعالى قال وإذن صرفنا إليك عن هؤلاء النفر من الجن يستمعون القرآن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا يعني عندما استمعوا إلى القرآن قالوا إنا سمعنا قرآن يجب تلكم بيقى تاج الإنسان الممسوس فيهن في كذا وبعدين مش كل حاجة كل واحد أصيبة يعني واحدة تأخر عنها سن الزواج يبا نقول عندها ماس واحدة مش عارف تأخرت في الإنجاب يبا عندها ماس واحدة ما تجوزت شيئا مع ملا وقفة حيال واحدة مش عارف كل ما يحدث لها الحمل يحدث لها من صقط أو كذا يبا نذهب إلى الدجالين طب وإنت عندك الداء مخلوق له الدواء والله سبحانه وتعالى أمرك بهذا من غير مؤطعة حركة تكلمنا فهو جال على فكرة لأننا كنت دايما أسأل يقول لك ما أنا بدأي بس ربنا ما بيستجبش أو يقول لك طب أنا حس أن أنا مأزي بس أنا بقرة صورة أية الكرسي وبقرة صورة البقرة فكرة اليقين وأن فكرة أن أنا بقى متأكد وأنا بعمل الحاجة أنها فعلا أو مؤمن بأنها هي دي الحل تبا بص حضرتك يا فندم أولا لابد أن نفرق بين الدعاء وبين الطلب وبين اليقين في الله سبحانه وتعالى وبين الاختبار كأننا بجرب مع ربنا سبحانه وتعالى يعني رميجي يقول لك ما جعل الدعاء بين صلاتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استجابه الله يعني يعني معلش عشان الناس البسيطة تفهم يعني نعمل إيه بين الصلاتين أنا هقول لحضرتك يا فندم أولا يعني ربنا سبحانه وتعالى لو أخر إجابة الدعاء عن أحد الناس أو الذين يدعون ربهم ليلة نهار فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته قد يصرف عنه من السوء أكثر من هذا الدعاء يعني كان فيه شر هيقع عليه ربنا سبحانه وتعالى عصلا تكرر شيئا أنه خيرا لكم تمام ما أنا بقول لحضرتك تمام دي حاجة الحاجة الثانية حضرتك أن الله سبحانه وتعالى يداخل له أفضل وأكثر من هذا الدعاء فشفت حضرتك حكمة ربنا سبحانه وتعالى فين؟ ممكن آه واحد خلاص أنا مثلا بدع ربنا سبحانه وتعالى أن أنا خلاص مثلا زوجتي تنجب أو يحدث لها الحمل هذا الأسبوع أو هذا الشهر حدث لها ثم بعد ذلك ولد هذا الصبي معاقل بلاش أنه معاقل أو كده ولد هذا الصبي وكان من أعق أهل زمانه عقوق بقى احنا شفنا سيدنا القدر عليه السلام لما قتل الصبي فسيدنا موسى أن ترى عليه هذا كما في سورة الكهر في سورة في القرآن كاملة عن الموضوع ده تمام فأنا بقول لحضرتك فالشهد من المسألة ربنا سبحانه وتعالى ادخر لي الخير ما لنا ندعو حتى لما قالوا لإبراهيم بن أده ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا قال لأنكم فعلتم عشرة أشياء عرفتم الله فلم تؤدوا حقا وزعمتم حب النبي صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كما في القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أروح لا للسحر والدجال عشان خاطر يأتي لي بالخير أروح للسحر والدجال عشان زوجتي يحدث لها الحمل أروح للسحر والدجال عشان خاطر بنتي تتزوج أروح للسحر والدجال عشان خاطر أننا وانا ممكن أروح لربنا في صلاة في سجدة ربنا سبحانه وتعالى أقرب ما يكون للعبد من نفسه ومن والديه ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من الذي يجيب المضطر؟ ربنا سبحانه وتعالى أقرب إليك من نفسك قال وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب إني قريب ويجيبه دعوة الدعي إذا دعان خليه بس يدعو إيزا ما دايما نقول حكاية إيزا دي قال أن إحنا بننسى وبنتحوج وبنتجه لبشر ويعني بنعمل مجهود كبير قوي 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 وهي الموضوع سأسهل من كده بكتير فعلا لمجرد أن إحنا بندعي ربنا ونطلب منه بس يعني حضرتك يعني معايا في إن هذه المهزلة لازم تنتهي وإن الناس أنا أقول لحضرتك من خلال هذا البرنامج حضرتك يعني ولكم هذا الصوت المسموع يعني لابد على المشرع المصري أن يتدخل بأقصى سرعة بواقف هذا الأمر وهو ما فيش عقوبة يا فندم لازم يكون فيه أقصى عقوبة للناس دي ما فيش عقوبة لهم أصلا ما فيش عقوبة للسحر ولا للدجالين ممكن يدخل في دائرة النصب والاحتيال بس إحنا عاودين عقوبة راضعة لكل من يوارد هذه الأعمال فيه مكتب ومديرة مكتب يعني ده مؤسس طبعا حضرتك دي السبوبة يعني ناس يا فندم ده أمو خديجة المغربية غيرها وغيرها وغيرها كانت على القنوات أيوة فيه قنوات بطلعها بإعلانات يعني أنا قبل ذلك موقع على الصفحة على الفيس بوك في مجموعة بتاعتم معرفش الروحانيات كده فبعدين أنا داخل بتكلم بقول كل هذا نصب واحتياله مش عارفه واحدة دخلتلي على العام فقالت طبعا هقول لك الحياة بتاعتك فيها ايه اتفضل انت مكتعب وانت قلت لها لا والله بالعكس الحمد لله أنا بضحك يعني طوال اليوم وببتسم ما عنديش اكتئاب خاصة أنا رجل أزاري وانت مش عارف بتبحث عن عمل قلت لها لا ده أنا رجل دكتور في جامعة الأزار بفضل الله سبحانه وتعالى على فكرة لا بس عايزين نوضح بدل حالتك تطرقت الموضوع ده حتى لو قالتلي حاجة صح عن حياتي أو أنا مش عايزة بس باجي التنجيم أو فيه طرق تانية بيعرفه منها ده مش معناه خالص انها تقدر تساعدني في اي حاجة بالعكس دي تقدر تضريني يعني لو قعدت مع واحدة وقالتلي حاجة صح عن حياتي انت لو لازم تبعدي فورا بس كل اللي يقول هتحطة من الأثر بتاعه أو الهدوم بتاعته هذا نصاب ودجال كل اللي يقول اسم أمه ايه هذا نصاب ودجال كل اللي معرفش يعني وممكن يبقى مؤذي كمان أم أنا أقول لحضرتك هذا ربما كان ساحرا بالضبط ولذلك أنا أقول لحضرتك عاوزين عقوبة رادعة لهؤلاء مليارات يا فندم يعني بتهدر في سبيل هذا الأمر وليس من ورائه من طائل انت عندك اكتئاب عندك حاجة عندك مشكلة مفروح لطبيب نفسي تجرب هذا العلاج على العموم هو ليه حق الرد وياريت حرارك تبقى معنا في حلقة قدامه وتتناقش معاه ولو عنده الجراءة أو يقدر يقول ان ده حقيقي أو ده صحة أو ليه أي أساس من الصحة يعني لا فيش مشكلة خلط تفند تحت أمر حضرتك أنا باشكر حضرتك جدا على المداخلة السنينة الخلاصة إيه هتقول إيه يعني أنت بغيرتي كل الكلام اللي كنت تقول إيه خالص خالص الروحية الشرعية هي الحاجة الوحيدة اللي نقدر نستعملها لو إحنا حاسين إن إحنا مش مرتحين متضايقين مأزينين بأي نوع من أي أذى عندنا حاجة غريبة حصلة في حياتنا ده الناس اللي مؤمنين بالموضوع الناس اللي مش مؤمنين بالموضوع الحمد لله لكن الناس اللي مؤمنين بوجود السحر والجن والأذى والمس ووا ووا ما فيش غير الروحية الشرعية ما فيش غير وتقدري تقريها لنفسك تقدري تجيبي أمك تحطها إيديها على راسك تقدري تجيبي أبوك أي حاجة مش لازم حتى تروحي للشيخ عشان يقرارك الدخول والله وربنا شاهد علي أن أنا بقول حقيقة وعن تجربة شخصية الدخول في هذا المجال أو المنطقة دي مؤذي إلى أقصر درجات إلى أقصر درجات ولو حد قال لك حاجة عن نفسك صحة أو استغربتيها أو قال لك على حاجة وحصلت واوة بالعكس ده أخطر إبعدي عنه فورا لأنه مش هيحل ومش هيمشي في الخير الناس دي ما بتمشيش في الخير والناس دي هو ما هو قال كل حاجة شو ما بقاش أنا ما بقاش أنا اللي بقوي تعالوا نروح لفاصلين موضوعنا النهاردة ومن الحاجات اللي بنعتبرها أزا واتكلمت أنا عنها الأسابيع اللي فاتت وغداها رسالة للبرنامج السندي زي ما في سنة بالسنين مسكنا موضوع المخدرات الحمد لله الدولة دي لقت بتعمل مجهود رهيب كل شوية أشوف تقارير عظيمة أنا نفسي أروح أغطي جدا المراكز اللي فتحت جديدة لعلاج المخدرات تبع الدولة في مرسل مطروح وغيرها إن شاء الله بإذن الله أخذ إذن وروح أغطيها أنا السندي بقى عندي رسالة وهي الدعوة لعدم الطلاق والدعوة للاستقرار والدعوة لعدم التفكك الأسري والدعوة لأن احنا نربي عيالنا مبسوطين ومع بعض وهفضل أصر إن أنا أقنعكم إن الطلاق ده لازم يبقى آخر حل ولازم يكون لما تبقى الدنيا مستحيلة عشان بيحصل مشاكل كتير قوي بعد كده ولو حصل الطلاق أنا باستغرب قوي لفترة أنا بدايق جدا جدا لما أتفرج على التليفزيون مثلا ألاقي زميل لي أو ألاقي حد يقولك إيه كل الرجالة خينة كل الستات نكادية كل التعميم ده جريمة وجهل ما ينفعش أبدا أقول كل 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 ما فيش حاجة يسمعها كده ما فيش حاجة يسمعها كده بعض ظواهر كده لكن كل دي ما فيش ما فيش حاجة يسمعها كده مش كلنا متربيين زي بعض مش كلنا نشقتنا زي بعض ومش كلنا أخلاقنا زي بعض ومش كلنا مش زي بعض ما فيش كائن فئن لا ما فيش حاجة يسمعها كده ما فيش حاجة يسمعها كده لكن بعض بعض الرجالة والستات لما بيتطلقوا بيستعملوا الأولاد كسلاح إن هما يحربوا بيه الطرف الآخر يا إما ست ما بتوريش ولادها للراجل فيروح كل أسبوع يشوف حكم المحكمة بشكل قاسي جدا الراجل واخد الولاد من الست وهربان بيهم وهي واخد حكم ضم وبتدور عليهم وكل ما تنزل بقوة عشان تجيب الولاد بحكم ضم يكون هو أخد الولاد وتنقل حتة تاني مأساة غير طبعية ولو أنا دلوقتي هاوى وفتحت التليفونات كنتوا هتلاقي يعني مئات من الناس بتعاني من نفس الموضوع ومئات ده طبعا مش نسبة كبيرة ولكن ناس كتيرة تعالوا نشوف مع بعض يا رب يا رب يا رب يا مياد يا رب يا عواضي كل خير يا رب يرد لك بنتك يا رب يا عوضيك يا رب يا رب يا رب يا عواضي كل حير ويبسيك صواح يا رب يا عوضيك ما هي الحكاية؟ الحكاية ان انا زي اي بنت اتجوزت وحصل انفصال وبنتي اتحرمت منها هي دي نتيجة الانفصال ازاي بقى اتحرمت ازاي؟ اتحرمت منها لسبب بسيط جدا بداية الموضوع ان انا اتجوزت راجل مخترم داخل البيت من بابه خارج اصول دين ودي اهم حاجة كانت خلتني اوافقة على الجواز بالصراحة بعدها خاصة خلافات كتير ادت الى الطلاق نتيجة الطلاق سبب الطلاق الاول ان اكتشفت ان فيه شبهات كتير فيه حاجات غير مشروعة كتير كان لازم اتغضع عنها كان لازم يبقى فيه ضرب وسب واهانة ضرب مش عادي ضرب لدرجة ان انا تتفتح دماج اهانة لدرجة ان انا كنت يعني من كبهة الدلع قوي معززة مكرمة قوي وتهنت قوي وكانت النتيجة ان السلاح الاساسي اللي سبب السلاح اللي انا يعني بينضغط علي بيه هو بنتي فحرمني منها ازاي يعني اذا انتوا 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 اتفقتوا ان البنت تارد معي اللي هو احنا في نتيجة الاخلاف خالص كانت قاعدة ودية كانت قاعدة عرفية لان كان فيه حصل مشاكل كتير كان فيها ضرب الاخوية وكان فيه قوادي بنا وبين بعض وكان فيه شكات وفيه خلافات مادية بينه وبين والدي واللي بيها في القاعدة العرفية مضوم على شكات ومضوا خلصوا الموضوع ان البنت طبيعي نتيجة الانفصال الطبيعي المحترم بين اي اتنين متجاوزين قال البنت تبقى مع امها يا مع ابوها البنت المفروض كانت تبقى معي وده كان طلبي من اول الموضوع ما حصلش الاتفاق خالص دي فقالوا لي خالي البنت مع ابوها نتيجة ان احنا نتغضى المشاكل وان ابويا في القاعدة هيختار بين حياتي وحياة اخويا ولا بنتي لا مش فاهمين بنصور والا اقولك الموضوع بالتفصيل وبعدين نصور عشان في حاجات كتير مش عايزها لا انا مش عايزة اعرف اكتر يعني انا بصيا ما بقولش الحد قبل تصفيرها تقول ايه او مش هتقول ايه عشان انا بحب الناس تكلم باحسيس طبعا انت ليكي مطلق الحرية عايز تقولي ايه او مش عايز تقولي ايه اه انا بس اللي بقولولك يعني انت كان الاتفاق ان هو ياخد البنت من الاول هم القاعدة العرفية قاعدت اتحكم فيها ان البنت تبقى مع ابوها في اطار ان انا انت عايزة توصلي يعني ان المفقع ان البنت تبقى معاك انا بتنتيجة لو يدراع في حاجة معينة انت شاست تقوليها لو يدراع كانت في حاجات كتير اه يعني كنتم مضطرين قصدي مش مضطرة كمان كان مضطرة بتهديد بحياتي بمستقبلي وبعدين وبعدين اتفقوا من البنت تبقى مع ابوها ووقت ما انا اعوز اشوفها هشوفها هم ووقت ما حصل الطلاق حصلت الاتقاعدة العرفية دي الموضوع انتهى في 2010 بالطلاق وهو خد بنتي وما شفتش حاجة البنتك عندها كم سنة؟ شهر خمسة اللي جاي 13 سنة لا يسبتيها من وهي عندها تلات سنين؟ لا وهي شهور شهور وهي شهور اخر ورا شفتها وهي بيبي سكرية 2010 انا اطلقت في 2010 اه بتقول اي عندها 13 سنة فحنا احنا في 2020 فبقولت باله 10 سنين 10 سنين ما شفتش حاجة خالص زر صورتها امم صورة واحدة يعني شفتها الاول شوية وبعدين تبطل يواري هالي؟ خالص ما شفتهاش منه يوم طلقي اي عندها 10 سنين ما نبقولت لا هيا مواليد 2008 اه اوكي مواليد 2008 طلاق ايه اول 2010 اتجوزت في 2012 طول الستينين دي طبعا بحاول لدور عليك حادي تاني وخالفت منه بنت تاني جميل معي بنتين البنت الاولانية جانا والبنت التانية ريماس ما شفتياش خالص خالص من ساعة الطلاق ولا مرة ولا مرة بس عليها بدور عليها بطلبه مفيش اعتبري ان انت ملكيش بنت تهديدات كل ما بطلب بنتي بقى لقي تهديدات ما رفعتيش قضية الحضانة قبل الجواز؟ رفعت بعد الطلاق وبعدين؟ اخويا محمي راحا يرفع قضية تضم بعد الطلاق على طول وكان في قضية تانية علشان يرفح كانت تبع والدي الاختلاف اللي هو سبب الطلاق الاختلاف كانت فلوس اصلا؟ الطلاق كانت السبب الاخير الفلوس لكن مش السبب الاساسي او لكن مش السبب الاساسي اوكي وبعدين؟ رفع قضية الرايح عشان يرفع قضية الضم طلع عليه هو وناس بلتاجية اللي بيها بقت قضية ضربه وحراز سلاحة كان حيحصل فيها اخوكي بقى ابتدى المساومة في الاعادي ده كان سبب ان احنا نقعد عرفية بعدها بس يا بيه بيك يا انا وخارويا اخويا ولا ابني؟ انا بقى ل 12 سنة بختار بين اخويا ولا ابني امي ولا بنتي اي حد ولا بنتي؟ اي حد ولا بنتي؟ انا ولا بنتي؟ ام ايوا بنتي؟ اخترت بنتي؟ هاتلي بنتي؟ انا عايزة بنتي لا لا قصدي قولي انك تبت قولي اخوك يبقى في خطر ولا بنتك؟ انك اتفقت من البنت تبقى معي؟ انت مش شايفة ان تذكر من دي غلطة؟ لا القاعدة العرفية حاكمت بك لكن انا مستهاز ايه؟ لا 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 ده غلطة مهم انا معادش معه اصلا اه انا عرفت بيها بعدها ام لا ايه هما غلطه متهائي مهو ده غلط شرعا وحقي شرعة اه وطلبتها شرعا بالمحكمة ومشكلتي بعدها فص مالحو ده ادور عليه هو وبنتي مش فيوجدين ايه انت خدت حكم العمو ولا؟ لا ما رفعتيش بقى؟ رفعت من يومها وبعد كده المحامين اختلفوا على ان ما فيش عنوان اه هنرفع فين؟ هنعلن فين؟ هنكم همدين؟ يعني ستعرفيش اصل اذا كان هو موجود في البلد ولا لا انا عرفت مؤخرا ام انه موجود في مصر ان هو موجود لا انا عرفة ان هو موجود في مصر اه لكن انا عرفة مؤخرا ان هو موجود في مكان المكان الجواز اللي انا جوزت فيه اوكي في البحيرة ما فكرتش بقى تروحي له ولا تروح وكلمت وكلمت عملت فيديو على اليوتيوب هم ده كان عشان الناس الحكماء اتدخلوا ما فيش حتى سمعني شوط بنتي حتى هو متجاوز؟ هو متجاوز مخلف؟ هو مخلف وتوصلت ليهم كذا مرة مراته متقابلتش معها خالص ولا عرفها هم طب انا عايد عرف ليه هم برضو لازم يبقى فيه خلاف جامد؟ الخلاف الجامد ان انا ماينفعش اطلع اقول هو سمع بالخلاف ايه؟ ماينفعش لا لا انا قمز اقوله عشان حد ما يورينيش بنتي عشرة سنين انت ايه ؟ ايه بالضبط اعمالتي ايه ؟ نفسي اعرف انك تطلقت ممكن او كان عايزي تطلقت ايه نعم كان عايزي تطلق ولا تطلقتي غزب العنوم برضو ما عرفش انا ما حضرتش يعني وقت الطلاق بعد في الاعدا العرفية بتحاكم فيها انا من المحافظة الغربية وهو من المحافظة البحيرة وقت الاعدا العرفية دي انا لقيت والدي كلمني بالتليفون قال لي تعالي دخلت لقيت ناس كتير رجالة كلهم قاعدين بما فيهم المقزون هو قال لي خلاص احنا اتفقنا على الطلاق حيرمي من الطلاق وانا دخلت خلاص مضيت على الورقة او شكرا فين بنتي بقى قالوا لي ابوها عايزها حيربيها هو وانا طيب انا فين اسكدتي بقى ساعدها لا ما اسكدتش انا بنتي فين انا عايزة بنتي نهارتي طبعا ولا حياتة اللي ما انتونادي وقتها هنرجع عالبلد هتشوفيها طيب انتو اتفقتوا على ايه ابوها اللي حيربيها ايه ابو ده هو ده بس مرضة الفرق يعني معرفش طبعا مش كل الناس زي بس انا لو حد قال لي ابوها الله يا ربي مش مش همشت يعني عايزة عايزة اقولك ان انا نفسي يعني حد يوصلني للنقطة دي انا ده كنت بموتة لا لا يعني انا لو اهلي اتفقوا على حيات كده انا مش هسكت يعني بش انا هقولي حضرتك على حيات يعني انا عايزة اقلبك الموضوع من اول وخالص جميل من اول خالص وتتبع وحضرتك هتعرفي ايه اللي حصل جميل؟ لا اصلا هقولك حاجة انا هكلملك بصراحة انا لو دلوقتي بعمل حلقة عشان تفرقها مثلا او بتاعها هخليكي تضلي تقولي تفاصيل تسخني بيها الحوار لكن انا الغرض بتاعي ان انا ارجعلك بنتك فعشان الغرض بتاعي باني ارجعلك بنتك هبقى عايزة انك تقللي من التفاصيل قوي عشان الطرف التاني لو سمعنا دلوقتي ما يعنيتش اكتر حلو وما يجيبش البنت او ما يوريش انا عايزة اتكلم ايا كانت الخلافات انا ممكن ابقى قاعدة قدامك وانا اسف انت ممكن يقى اوحش ستة في الدنيا وانا معرفش وممكن يكون هو راجل كويس مخترم وعنده وجهة نظر وممكن هو يكون اوحش راجل في الدنيا مهما هنقعد نحكي من هنا لستونية سنة قدام ولا انا ولا اي حد هيقدر يحكم على داخليات بين اتنين من غير ما يسمع وجهة النظر التانية وجهة النظر التانية ممكن ما يبقاش عايز يتكلم او ما يبقاش عايز يقول حي النقطة هنا ايا كان فيه مين فيه كواحش ازاي انا يبقى عندي القدرة اني احرم بنت من امها طول السنين دي وانت ايه لا لا مش قصدي اصلا انا كده بنتين من بنتي ما هو ده ما هو مش واخد باله من دي ما هو ده بقى انا عايز اقوله نهاية دي مشكلة وانا متهين حرام حتى حرام دينا وشرعا وكل حاجة ان انا احرم ليه اخد الزنب الفضيع ده يعني فهمة قصدي يعني انا معرفش ايه خارج اصول الدين نهاية دي نقطة الخلاب ان انا بقوله حضرتك انا سبب ما انا اتجوزه ووافقت بيه ان هو خارج اصول دي فاكيد حيراعي ربنا اكيد حيامل بأصول الدين دي مش زي واحد طبيعي خارج اي كلية تاني واستحيل اصلا ممكن اعمل حاجة حرام اقذ بيها نفسي مش محجبة لكن عشان اقذي الاخرين مش اقذي كمان الاخرين ياريتو يقذين ياريتو يفتح دماجي زي ما فتح حالي قبل كده ياريتو يتهجم علي انا واهلي كلهم بدون استثناء زي ما حصل برضو قبل كده لكن المشكلة في القذية نفسها ان انا بنتي هي اللي بتتقذي انا السلاح بين اتنين نهاردة متطلقين او منفصلين وانتي طول السنين اللي فتت دي ولا تعرفها في مدرسة ايه ولا انا نفسي اعرف كل تفاصيلها لا ايه ما تعملش خالص في مدرسة ايه ولا ايه انا ما اعرفش ايه فين اصلا عارفة ان ايه في مصر يعني سألت في المطار كذا مره مفيش براه طب هي فين في البلد مش موجودة طب فين قالوا لي فودي النوترون روحت سألت فودي النوترون مفيش روحت سألت في اسكندرية قالوا لي فسكندرية روحت اسكندرية سألت بدل العنوان اكتر من اربع عناوين مفيش مفيش شوكش ايجار تخلص المدة بتاعت الايجار خلاص انتهت طب الاسجال المدني ما بيشتغل ايه هو رجل اعمال ايه الاعمال دي يعني ما هي الاعمال دي هي كانت سبب الخلاف ده سبب الطرار هو ده سبب الاكتر ايه نوع الاعمال دي هي دي المشكلة ان انا ماينفعش اتكلم في الاعلام في الاعلام على المستوى العام ماينفعش وماينفعش اثبت اللي انا شوفه وماينفعش اثبت اللي انا شوفه وماينفعش كان لوي الدراع ان انا فضحت وقلت ايه نوع الاعمال اللي بتتعمل فضحته فين عند ابوية قلت له الوضع واحد اثنين ثلاثة طب ياه القاسدية النهاردة عندي بنتي يعني هو فاكر ان هو هيقهر قلبي هل هو فاكر كده ان هو لوي الدراعي هو اهرني اه اهرني ووجع قلبي ووجع كل حاجة فيه انا ما يعني انا ما عرفش انا اصلا متماسكة ازاي بعيش وبتعايش ازاي اصلا انا ما عرفش ايا بس طب هيا ما سألتش ان شمعون انت عرفيش لي اخت اخ عريب انا ما عرفش خالص حتى لما اخر فترة تجرب تقد ايه سنة ونشر او قليل بس كنت عارفة البلد عرفت الناس كتير وسألت كل الناس كل اللي عرفهم سألتهم وما وصلونيش لحاجة ما وصلتش لاي حاجة خالص وبعدين مش كمان في مستقر مثلا في محافظة واحدة وبتنقل من مكان لمكان لا انا ده ثلاث محافظات انا عرفت عنوين فيهم وروحت لغاية عندهم انت عرفيش شكلها ايه لا محافظة محافظة مم عندك سوراليا وهي صغيرة طبعا بس ما شو هي كتير ما نقدرش حتى نطلع سورتها ونقول مثلا لو حالي عرف شكلها طلعتها طلعتها من سنتين وانه هي صغيرة عندي سوراليا صغيرة محافظة يعني وهي عندها اقل من سنة اه والسورة التانية كان عندها 11 سنة 11 سنة دي بقى جبتها منين في حد فاعل خير جابها لي هم ما عرفش طبع عندك السورة 11 سنة دي عندي دي اللي انا عملت فيها الفيديوهات على اليوتيوب محدش دلك برضو اه محدش دلك بعد ما وصلت لهف بعد ال 11 سنة طب فاعل خير ده ما قال لي جابي السورة ده ما قال لي كيش هي فين ما قليش جابلك السورة هي حمسك ولا جابك السورة ايه لأ يا جابلك السورة ما قال لي كيش انا حمدت ربنا ان هو جابها لي كيش لأ مثلا كان يقولك هي فين طيب انتي عرفها يعني ايه سورة بنتك مش تماما سورة بنتي خالص شفتها لكن اللي جابني السورة بقى عايز يجبلي بنتي يعني حاولت قال ليه ما عرفش بها بيتنقل مم مش فهمه خالص يعني ليه حاسب عشان ينتقل ننتقل نتقل ايه امم باني مش فهمه ايه موافر فاكرين ان دي ما هيبوسي هقولك على حاجة هو النهاردة انا كاست انا كاوم افتحي دماهي ميدو هرزة لكن ما تحرمنيش من بنتي احكمي علي بالاعدام وما تحرميش من بنتي بس الراحي ممكن يموت في لحظة وينزل قبره هيعمل ايه طيب؟ كنت اتمنى كنت اتمنى والله رعيت واتكلمت وحاولت ان انا اغير ما عرفتش فشلت انا واشقف ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة عندي ثقاف ربنا ان هو حيجيبها لي ازاي ما عرفش طب انت بتقولي قبل كده انك شفتي وقعدتي واتكلمتي معايا وكده صح؟ كلمت معايا الكلام ده من يعني بصي على فترات بسنينين ايا ان كان؟ اه في كل مرة كان بتقولك ايه؟ لأ ليه؟ طب ليه؟ طب هنخلص امتى؟ الحرب اللي هي لا مش اخدها اشوفها بس انا مش عايزة كمان اشوف انا كنت ضربة منه ان انا اسمع صوتها في التليفون ايوة ليه لأ ايه زامبي ايه زامبي ايه ممكن ايل لها ان مراته التانية دي هي مامتها وارد سمحت كده اكيد انا سمحت كده فكرة ان هو مش عايز خالص انك حتى كنت في التليفون ان هو شايف ان بنته فهمة دلوقتي ان دي مامتها انا عرفت ان هو قال ان امها ميت لا هي البنت عارفة ان مامتها ميتها امها ميت انا حتى قالي كده انا معرفش حاجة خالص لا دي مش مشكلة ان هي تبقى فهمة ان واحدة تانية مامتها افتراض ده حد تاني قالي كده برضه لا دي ده الافتراض ان هو يكون مش عايز يقصر على نفسية بنته انها فهمة ان دي مامتها فهو لازم يعرف انها هتجبره هتعرف نفسها في الحالتين مش صح ما في الحالتين مش صح ما في الحالتين انا مبترة انها كده بنتي خبقت هتعامل معها ازاي هاوصل لها ازاي هقول لها ايه هتستفيد حاجة هو يعني بقرة الضوء في الموضوع ان 13 سنة ده مش صغير ما هو يمكن ده الوعات المناسب اللي انا اعرف ان هي لو صورتها ظهر انت هي هتعرف اللي انت موجودة بتسألي عليها وده اللي انا بتمنيه فانا عايزكي بقى ايه تبصي الكاميرا كده هو واضح ان انت اتكلمتي معا كتير منفعش صح ولو انا اتكلمت برضو مش هينص وممكن تكون خطوة ان اكتلاتي في برنامج دي تخليه يعني ده معينة دي اكتر من 13 سنة اكيد ما فيش عين ده اكتر من كده ما هو انا لو محكم علي بالمؤبد 20-25 سنة هعرف الفترة هتنتهي امتى لان انا برضو هرجع تاني واقول عشان هو يبقى سمعني ممكن هو يبقى احسن راجل في الدنيا وراجل محترم جدا وتكوني حضرتك اللي عامل حاجات غلط وهبرت بعشرتك وعملت كل حاجة في الدنيا لكن انا في الموضوع يخصني فكرة ان انا ليه اظلم بنتي خليني اتلت قتلة يعني امك ثم امك ثم امك خليني اتلت قتلة خليني انا واحدة مسجونة خلاص انت واحدة اتلت قتلة واخلاقك مش كويسة مثلا افتراضة بس وهو الربي ما تربيهاش بس تشوفيها بس ابسط حقيقة اسمع صوتها هو حتى لو انا التالت قتلة فيه شرعي خليني ان انا يمنعني من قهمتي ليها ايو انا اذا كيف اتكلميها هي انت تشسدي كبيرة يعني اكيد هتشوفك بس هي لازم تعرف ان انت يعني اه يعني ان من 11 ل13 هي هتبقى عارفة ان دي شكلها هي دي الطريقة الوحيدة هي ما تعرفنيش لأ مش قصدي يعني هي الطريقة الوحيدة انك توصل لها دلوقتي هي ان هي اللي توصل لك مش انت اللي توصل لها ايه حاولت ما هي هتوصل لو شافت شكلها دلوقتي هتعرف ان هي بينك هتعرف ان انت ماما ياريت فحنا بنقول لها ماما عيشة وماما موجودة وعارفة لو انت يجي تسيب المشكلة دي توقيه مثل باي سنة او سنتين هقولك لأ طب صبوري لغاية بس هو واضح وان ده قرار مش هيتغير يعني هو اخر حيجة كان الهالي وانا واهلي مش هتشوفيها لا هي عيشة ولا هي ميت ليه انا بس ماتش الكلمة دي انا تقليد لي الكلمة دي انا اخر حاجة وصلت لها عرفت ان مدرستها عرفت المدرسة بتاعتها بعد الفيديوهات اللي انا عملتها على اليوتيوب روحت لغاية المدرسة واتقابلت وكانت صدمت عمري بعد 12 سنة ان ايه ان انا هبقى في نفس المكان اللي هي فيه ومش هعرفاه اني بنتي تموك انت بقى طلع ايه انت رحت المدرسة وماردوش يقابلت بيها تعليمات من القب يعني ايه دا مش حاجة القانون ايه القانون مفيش حاجة تثبت القب هو اللي قال هو اللي بيصرف هو اللي بيدفع ايه داخلي دافي ان انا ممتها فالقب اقولنا ايه ماخداش وانا ماشيا ماشا مش هاخدها قلتلهم كيرا مش هاخدها وتعملناش مشاكل وخلاص ايه القانون ايه المدرسة قالتلي بيهونته معاكش هاتم لايه؟ او معايا وكنت رايحة بيه قلتلها تفضلي انا عايزة اشوفها على الأقل لو أنت عايزة تنفيذي وعايزة تعليمات الأقل نفيذي إيه هو مش واخد حكم ولا حادي مش واخد محكمة أنا معرأش أنا حتى لو هو واخد حكم أنا عايزة أشوف بنتي من بعيد إيه المشكلة في كده قالت لي أنت كده بتتعيبه نفسية بنتك كان رد صادم لا هقولك بس بتتعيبه نفسية بنتك السيد ستة دي أم يعني مش هتكبر ويبقى عندها شهادة ميلاد وبطاقة ولا هو تزور ده يعني هتطلع تقول فين أمي هتعرف من إيه لو هو السيناريو معاجمة بالعكس يعني لما لقي بقى حضن أم وخلاص دخلة بقى على إني فترة المراهقة وبعد فترة المراهقة هبقى شابة ده أقوى وقت أنا محتاجة في أمي أقوى وقت هي اللي محتاجاني فيه فلو سمحته أرجو الصدمة في إيه الصدمة في النهاية هي سمع إيه عني هو قال لها إيه عني وشارعاً الأم عيشة والبنت عيشة لازم تعرف أن لها أم وده حقها وحقك وبعدين الرجالة ممكن يكونوا مش فاهمين يعني إيه أمها أو يعني إيه غريزة لأن فكرة إن هيبقى فيه جنين أو حد بيتكون جواكي يعني الرجالة مش فاهمة إن دي حاجة طلعت من جوايا أنت مش زيك كده خلفت وجالك ابن الأم أمة بتبتدي من أول ما بيبقى بقى إحساس أنا مش عارفة وصفه لأي راجل بس حاجة بتتكون جوايا بقى حتة مني وبعدين ربنا وصع لأم ثلاث مرات يعني يعني قصدي أقول إن لأ هو الموضوع بالنسبة للأب مش زي الأمة برضو عبد أم دي بتبقى حاسة إن حكا من قلبها كده روحت عشان كده أنا لما بقوله بقوله معلوش يعني هيقول لي أخوتي ولا ابنك؟ هيقولوم ابني هيقولي أبوني ولا ابنك؟ هيقولوم ابني أمك ولا ابني؟ هيقولوم ابني هقولوم ابني؟ هيقولوم ابني أنتي ولا ابني؟ أنتي ولا ابنك؟ هيقولوم ابني فالاختيار لما يبقى صعب يعني بقول يما هو قدام كل الناس وممكن مامتي تضعب باي ً أي حد Chevy عِ logging العالم كله إلا ابنك طب لما تتحطي بين ان انتي تختاري بين ابنك الكبير و ابنك الصغير لا ولا حد يجي جنب ابن الكبير ولا ابن الصغير تختاري مين ازاي يعني ايه يعني هو قالك إيسي بي بنتك الانية اتهددت بيها انه ايه اتهددت بيها عايزين البيت تشوفي بنت مثلا انا مش عايزة جركبة حتى ما بقولكيش تعيش معي كي تشوفي بنت مثلا انا ما طلبتش جركبة او تعرف انك موجودة يعني حقك وبرضه ما طلبتش غير كده انا ما طلبتش غير الحد الآدمة من اممتي ان انا اعرف شكل ببنتي ان انا اخدها في حدنة طلبت ايه؟ على فجأة زي ما انت محتاجها اكيد اينا محتاجها لزي بوله انا مش متخيلا بصراحة انا ضد موضوع الاطفال ده معرفش انا بشوف ان الراجل يعمل اللي هو عايز يطلق لو مش عايز يتجوز او عايز يتجوز شو بيه لو عايز يقتني انا ما عدش مشكلة اعمل اي حاجة بس اعمل اي حاجة بس ما تلويش قلب يعني ما تلويش دراعي ما تقتنيش وانا عايشة انا ميتة ايه الفرق بيني وبيني القوم تاني القطة بتاكل عيالها ما هو بازال لا بتاكلهم عشان ما يعني قوليلي ازال بصي عشان اقول ليه ولا علا الغلطة طبعا كانت من اهلك من الاول ان انا لقتي لمقبل حاجة كده من الاول خاص كملت يعني فكرة انك سفرتي وسبتي يعني وفقتي على هذا الوضع وانا عارف انك ممكن يكون كان في دماغك ان الدنيا هتهدى وهتغذيها بعد شوية لا لا خالص خالص بتنزلتش عنا بالمنظر ده خالص ولا دقيقة ما قاعدتش اصلا ايه بقولك هم اللي غلطانين هم اتفقوا على الاتفاق ده ما اخوة ده الغلط يكونوا قلوا مضطرين بس بصي اضطرار هم انا قلتلك يعني ان ابويا وامي انحطوا في بصي لا انا حوالي شفتي انت بتقولي ايه ما هم انا لو حطينا نفسينا مكان امي وابويا هم اختاروا عيالهم اختاروني انا واخوي انا كنا بنموت بيقولك اعزم الولد 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 كانوش تشحص بيها قوي بقى لا مين قال كده مين قال كده بالحكس لا انا بقولك في المناقشات بتاعة السخونة بتاعة الغضب بتاعة المشاكل في ناس عب توافق على حاجات افتراضا بان الوقت هيدوب كل حاجة وان الدنيا هترجع لمجاريها لا ما كانتش اكيد ما تخيلتش تكوش تشوفيها 13 سنة ما كانتش كده كان اتفاقهم كان ودي بالمانزر الان اتنين محترمين علتين محترمين انفصلوا فالبنت هتبقى هنا او هنا مش هتفرق هتفرق بالنسبالي انا فرقة بالنسبالي انا وبالنسبالها هي طبيحي فتفرق بالنسبة للام متفرش بالنسبة لحد تاني مش هتفرق بالمنظر ده لكن بالرغم كانت فرق يعني اكلم ممي دلوقتي اقولها مسلا جزي اللي طلاني وياخد ابني لا طبح مش هتقدر لا طبح بوسي اشكاة بقولك انا مش هعمل قضي هنا لكن كل واحد اضرب ظروفه ولكن لا يصحق انا صحيح بالاخر دي ازايا جدا الازايا في النوع حتى لما انطلب كان الرفض قطعي رفض من غير اي اسباب هل انا زنبي ان انا اتربيت ما عرفتش ااخدها بشكل يعني بكوزء من ان انا بقى مش متربيه مثلا هل انا زنبي ان انا اتربيت في بيت اثور يعني كون ان احنا نتفق بين اثنين احنا اختلفنا مش بتاعت مشاكل يعني مش بتاعت مشاكل ومش عايزة مشاكل ومش عايزين نغلط في بعض ايه المشكلة خلاص ايه احنا اتطلقنا بالمعروف ما ربنا اللي قال كده يتعشرون بالمعروف يا خلاص يتفرقون بالمعروف صراحونا بالمعروف خلاص اتطلقنا بالمعروف اتطلقنا بالمعروف الاب هي الاما هو كده فكر في مسلحة الاما لو مرات الاب كويسة معيها هو ممكن يكون شايف ان ده كده تمام احسن من الانفصال او التفاكب اختلف يعني لو حريك بتفكر كده انا محترمات جدا بس بقولك انه لا لان انا ام وفهمة والتفكير ده مش صح يعني التفكير ده هيبقى في حاجة غلط ولا هي عمرها تحس انها بنتها ولا التانية هتبقى حاسن ان في حاجة نقصة انا احبت بس ومش زي مام تسعى ثانيا بغض النظر عن كل ده ازاي انا تبقى مراتي عيشة وموتها وام بنت افهمها ان مثلا عندها ام تاني ملائكة وهم ربنا بيحرامش حاجة حلال صح اي ده حرام وبعدين احنا كلنا سايبين الدنيا دي ومشين وهنتحاسب على كل ده واكيد الحساب اللي انتحاسبه ده مش قد يعني فايدته مش قد القناعة اللي بيديها لنا الانتقام ده يعني حتى لو هو حاسب دلوقتي ان هو فاش غليل وان هو مسلا سوري يعني انا اسفى ربك يعني اللي انت عملسيه معاه طب وربنا بقى هتهم معاه ايه انا ما قلتش بار كده هتهم لانا بقى لي 13 سنة وقت ما بتقابل معاه او اسمع صوته او حدي وتوصل لي يا جماعة وصلوله لو سمحته لما يقابل ربنا هتقوله ايه هتقوله ايه انا عايزك تقول ايه بقى رسالة لبنتك اسمعها ايه جانا اه روح ايه بقى رسالة اه بوصل الكاميرا وقل لها اي رسالة انت حاسي توصل لهذا اوصل لهذا انا بدور عليك يا بنتي ايه يا ماما يا حبيبتي انا ماما انا ماما انا ماما انا ماما لنفسها تشوفك وتشوف ملمحك تجد كفحطناها انا ماما اللي نفسك تعيشي نفسي اخليك تبقى عايشة فخدني طب لو عايزة توصل لك عندك فيسبوك عندك انستجرام عندي الفيسبوك الدكتورة ميادة جلال وعندي الرقم الموبايل بتاعي اقوله لك ما هتقولي هو اتقولي هولي ازاي على الكاميرا انا عايزة هي لو شفيتك تبقى عايزة توصل لك توصل لك ازاي هلان تبعت لك تبعت لك على الامبوكس بتاعت الفيسبوك على الفيسبوك بتاعك على الرقم انا على فكرة لما عملت الفيديو على اليوتيوب سبت رقمي على السوشيال ميديا هي دكتورة ميادة جلالي الدكتورة في ايه صيدلونية انا دكتورة صيدلونية اختي التانية دكتورة بشري اسمها مها عبدالجليل على الفيسبوك الدكتورة التالتة انت سكنة في نفس المكينة في نفس ميش اللي هي في انا في محافظة تانية انا اللي انا عارف هذه دلوقتي انه هو البطاقة بتاعطه في البحيرة انت في محافظة ايه انا الغربية انا الغربية المحل المدينة المحلة الكبرى احد يقولي عنوانها وانا اروح لها والله لو في المريح لا انا عايز اقولي ان هي لو شفيتك توصلك ازاي لو هي شفيتك دلقت عايز توصلك ما انا وخلاتها وخالها وجدتها كلهم نفسهم يشوفوها طيب عايزين نلاقي طريقة غير الانبوكس بتاع الفيسبوك عشان لو ما عنداش اكسس على الانترنت الموبايل ماذا نوصل هلها ازاي ده بقى طب اوصل ايه اعمل ايه قوليلي وفي صفحات صفحتي انا الخاصة على الفيسبوك باعليها فلاج ازرق صفحة رسمية ريهم سعيد عندي الانستغرام بتاعي برضو في المسجز سبيلي رسالة اديكي موبايل في عمامة في صفحة صبايا الخير على النهار سبيلي في الانبوكس بس يعني خلي صفحة بتاعتي انا عشان انا الانستغرام بالزيت انا نفسي والله ان هي مجيش منها هي وتيجي منه هوا انا عندي مشكلة انا عندي مشاكل كتير حتى في القضايا حتى في الاحكام في قضايا واحكام انا عايزة ارفع القضايا انا عايزة ارفع قضايا اخد بها حكم ضمن بس هيبقى عندي مشكلة تانية فكرت فيها حتى لما ارفعها دلوقت انا عايزة علي تجي بمنتهى السهولة ايه اللي هيحصل؟ يعني بعد 13 سنة لا 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 بقولوا سيكم القضايا سيكم مشكلة انا بكاملاتي بشكل انساني واودي ان 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 هي برضو الدنيا مش سايبة كده ان واحد ياخد بنت من امها ما يوريها لهاش خالص سنين انا مش صح نعم ولا شرعا ولا قانونا ولا اي حاج خالص تتحل ازاي؟ ما بقولك هي تتحلها هو ودي ما تحلتش ودي تتحل بالقانون لا القانون اختلفوا معي الودي انا بقالي 12 سنة مش بقالي يوم ولا اتنين ولا سنة ولا سنتين حلو مع القانون انت حتى لو انت متجوزة مثلا وهي انت متجوزة انا متفاصلة انا اطلقت تاني حلوة يعني هي من حق قانونا قانونا وحتى لو كنت متجوزة هي من حق امامتك من حق امامتك هي 13 سنة يعني فالسنة وهي تختار تبقى مع مين؟ هي دي المشكلة دي المشكلة في مين؟ ان هي في القانون هي متعرفنيش اصلا وما يطلع لها حكم هتختارني ازاي؟ لأ متعرفيش هم ازاي؟ وبقى احنا مش هادين تختارك برضو احنا مش هادين بوضلها حياتها انا بتكلم ان حتى رجالة عمزهم حق رؤية يعني مفيش قانون في العالم يقول انك متشفيش مهد اي قانون عايز عنواني وانا الغد اللي ما تبش عارف عنواني هكي دي يا صرف ازاي؟ حتى المدنة هسا مردوش يساعدوني لأ ماماش هاي ساعدوك لازم يساعدوك ازاي؟ فيش حاجة يسمع كده دخلت؟ انا بقولك المدنة هفسا بتقولي انت هتقذي بنتك نفسيا يا رب يا رب يا رب يا ميادة يا رب يعوضك كل خير يا رب يرد لك بنتك يا رب يحضنك رب اللهم كما ارد يوسف الى ابيه رد بنتي ميادة بحضنها يا رب وهبنك لها فيها يا رب واحفظها من كل منك يا رب يا تلوك حيلك يا رب يا رب ويوهسار ساعدت يوميدي يا رب يا رب اللهم كما اردوك ساعدت يوميك أنتوا متخيلين زي الأفلام أني قاعد السنين طويلة والله الأفلام تاعت زمان دي فعلا كانت قوية جدا يعني عندنا كذا فيلم في السينما المصرية جسد المشكلة دي بالزبط أن تتحرم الأم بنتها وتقعد سنين طويلة قوي ما تشوفهاش يعني إيه يعني إيه يعني إيه حاجة تتكون جوايا وتطلع مني حتة مني ولحمي ودمي يعني ضنايا بالبلد دي كده وتاخده مني يعني إيه بأي حق بأي ضمير بأي والله لو إيه ما فيش أي لو دي أسوأ ستة في العالم لو هيبقى ليها كل الضرر على البنت دي لو هي مؤذية إلى أقصى الدرجات ما ينفعش ما ينفعش ما فيش أبدا بني آدم عنده القدرة أنه يظلم كده وأنا أسفة جدا أني أقولك كده بس بجد أنت هتنزل قبرك هتعمل إيه هتعمل إيه يعني يعني زي السؤال هنا هي حاولت كل المحاولات يعني أنا قلت إيه طب أخد نمرته وأكلمه وأحاول معاه بقيت قلت يعني ما تنصقيش في نفسك قوي الثقة اللي هي اللي ملايش أي أساس من الصحة دي لأن راجل بقيله كل السنين دي خلاص ده واخد قرار ووضح نحن مش هيرجع في القرار ده لأنه حاجة من اتنين يا إما أي للبنت أن أمها ماتت فما ينفعش بعد السنين دي يقول لها أنا عايشة نفسيا يعني أو أنه أيل لها أنا مامتها واحدة تانية فهيصدمها لأن الإصرار أي حاجة بتدوب بالوقت يا دايما يقولك بكرة ننسى بكرة وفعلا أي حد بيبقى عنده خلاف مع حد بالوقت الخلاف بيدوب أنت نفسك أنا مش عارفة ارجع لازم ترجع في اللي أنت بتعمله ده لازم ترجع لأن اللي أنت بتعمله ده خطر جدا 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 عليك مهما تكون إنسان كويس مهما تكون إنسان محترم مهما تعمل خير أنت دي جريمة أنا مش هقول رأيه عشان أنا مش قاضي ولكن برضو مش مش في اللقاء ده لكن فكرة أصلا أنت نزلت عن بنتي عشان أعرف أتطلق ساعتها أصلا أنزلت وسبت بنتي عشان مش عارفة إيه أصلا أنت نزلت رأيه عن البنت ساعتها عشان حطوا السكين على رقبتي أنا أسفة أنا أسفة والله لو حطوا السكين على رقبتي حطوا الشكوش فوق دماغي حطوني رموني في النار أتنازل عن بنتي أسيب بنتي وأخلي حط يأخد بنتي كده من إيدي غلطة غلطة وأرجو أرجو 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 أنكم ما تقعوش فيها الضناء أو ابنه مش غالي عنده ما فيش حاجة هتبقى غالي عنده ولا حتى نفسه على فكرة لأنه ما بيعرفش يحب الناس مش هعرف يحب نفسه ولو ما عندكش عزيز ولا غالي أنت بش تبقى غالي عنده بسك السؤال هنا فكرت الحل الوحيد أن البنت تكبر وهي اللي تكلم مامتها أو تعرف أن مامتها موجودة أو في ظل السوشال ميديا أو في ظل التلفزيون تي حاجة سهلة جدا هتوي سهلة إزاي أقول لكم سهلة جدا دلوقتي حالا في البرنامج أطلع صورتها وأقول نداء للبنت كذا كذا أنت مامتك عايشة مامتك بتدور عليكي ومامتك في الحتة الفلانية صحابة في المدرسة هيقولولها مدرسينها هيقولولها البنت هتعرف أن ليها أم هتفضل تزن أنها عايزة أمها ولكن زمان لما كنت متسرعة كممكن أعمل حاجة كده بدافع أن أنا بقف جنب الأم وأن أنا برجع الأم البنتها وكده لما كبرت وعجزت زي دلوقتي بقيت أكثر حكمة طيب التأثير النفسي على البنت دي لو هي وغدة معلومة زي أن أمها متوفية أو أنه أقناها أن في أم تانية أو أن هي عايشة مع أم على أنها أمها الواقع النفسي عليها إيه لما تكتشف ده أكيد مش ده اللي أنا هقوله معنا الدكتور جميل فرويز استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية أهلا بحضرتك أنا أستاذ الهام أنا مش عارفة حريك القصة باختصار آه حريك أنا شرحتها لحضرتك صح تمام تمام يا فن لو أنا دلوقتي طلعت الصورة على الهوى وقلت البنت دي بتدور على مامتها ومامتها في الحتة الفلانية وا 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 ما هو الواقع النفسي على البنت في حالة أن متألها أن أمها متوفية أو أنها عايشة مع أم على أنها أمها وتكتشف أنها مش أمها أولا بحقيك على التقديم الرائع أو السرد بتاع الموضوع بصورة حيادية علمية تمام الجزئية هنا البنت التأثير عليها هيتوقف على مدى ما كان الأب قائل على الأم قبل كده إن أنا ممكن أنا ممكن أتسبب لبنت صد ممكن أتسبب إن البنت تبقى رفض الأم ممكن أتسبب إن البنت تأخذ في انهيار عصري ممكن تصل بنا إلى أبعد مما نتخيل ليه النهاردة لو الأب أي للبنت على الأم كلام قد يكون غير واقعي أو قد يكون فيه نوع من المبالغة العاطفية لنتيجة الكراهية المتزايدة اللي وصل بالستة دي إنها طلبت الطلاقة والتنازل عن بنتها لصالحه إحنا عندنا أسباب متعددة قبل ذلك لازم الأول نعرفها إيه اللي خلى ستة دي تنازل عن بنتها عشان تطلب الطلاقة إيه الضغوط اللي كانت عليها عشان نبدأ حللنا بصورة صح لازم نحط كل النقاط أمامنا هي بتقول إنها ما كانتش مرتاحة وإن هو كان بيأذيها ويا حاجات كتير تمام فإذن كانت هي وقاعة تحت ضغط النفس الشديد هو بقى غالبا لديه من الجمود الفكري اللي هو وصل مراته إنها تطلب الطلاقة ووصل إن بنته يتهرب بيها إنها تقابلوا معها بعد هذه السنين يعني حتى ما ننسيش كل المشاكل اللي بينهم يعني مجرد كانت السنين كافية إنها تنسي جزيهة المشاكل اللي بينه وبين زوجته ونبص المصلحة البنت إنها تبقى موجودة من أمها دي عايزة قدرة برضو ما جمود ما دي شخصية اللي عندها الجمود الفكري بتبقى صعبة شوية في التعامل اللي عندها صعبة المرات شوية ولا تتغير ولا تنسني حتى قدام العاطفة لا تتغير للأسف فإحنا قدام دلوقتي إحنا خايفين على البنت نفسها نعمل لي بقى يا دكتور مش عايزين نعرضها الضغط لازم هنا تأهيل النفس اليانا قبل من وجهها مرة واحدة أنت أمك لازم حدي بيتكلم معاها شوف هي إيه الفكرة اللي عندها عمو ده لو هي طيلاها بقى هي مش طيلاها ما هبصي عن طريق السزر يهم سعيد كل شيء إن شاء الله سهل يعمل ليه طيب لا أنا كلامك وقع حقيقة أنا كنت أنا بقولها حديثك أنا كنت هتهور وأعرض الصورة وأقول أهي البنت وأمها أهي وبعدين قلت لا لا هي ما فيه للبنت هي بضغط نفسها على البنوت حرام البنت الصغيرة لا تتحمل هذا الضغط ولا هذا الصراع وخد لا يكون في صالح الأم إننا ما نعرفش الأب مغزي الفكر التي تحت هل فيتباك اللي هي عندها عن أمها ما عندنا فمجرد ممكن تعرف وهي متغزية بصورة عكسية فده ممكن يطلحها بصورة سلبية فهنا تبعد أكثر عن أمها وكانت تقول لك كل تأتمنى لو كانت ماتت فعلا إحنا عايزين لا بصورة الحيادية هنا لازم من أب يباليه ظهور يعني لما بنتكلم معه محارتك قلت مش هيتغير مش هيتغيره لكن لما بيلقى فيه ضغوط حواليه على قل بيبى فيه تعديل التعديل إن أنا أقبل إن أنا ممكن أتكلم معه البنت الغلبانة دي زبها إيه البنت الغلبانة إن أنت الأم مهما قصيت عليها فهي أمها في الآخر فلازم ننزل المستوى العاطفي الواقعي إحنا مش ضد إن أنت تنفرد ببنتك إن أنت اللي ربطها وهي تنزلت عنها كل الكلام ده أنا معاكم أيدك فيه ولكن لازم من حق البنت تتعرف إن أمها موجودة تخترع أو ما تخترعش قصة خلفة البنت طالما هنعرض عليها صورة بحيادية تمة إنت تختاري بعد كيف تعيش مع مين إن ياما أطفال تربط مع غير أهليها ولما نجح تلعليها طلب التاني ترجع للأم على فكرة هي الأم ما بتطلبش إنها تسترد بنتها ده هي بتقول أشوفها بس ده حقها واخد بالك برد يا سيد الهام في جزئة مهمة جدا الأبوة والأمومة ده عاطفة لا تكتسب لا بالمال ولا تكتسب بالحق بالإنجاب ولكن بالعاطفة والإحساس العاطفي اللي الطفلة دي اتربت حسب بأمومة حد تاني حتى لو لقت أمها هتقول دي أم فعلا بالقانون ولكن في الأم بالعاطفة اللي هي ربتها أو اللي هي حفظة أهو ده لأنا فكرت فيه برضو تمام فأحنا لازم نحافظ على الجزئية دي كلا جديد ممكن تعرضت عليها كزا مرة في العيادة وخصوصا إن ساعة الأم هي تبدي معلومات مغلوطة عن الأب أو الأب يبدي معلومات مغلوطة عن الأم لمجرد أن هم مفتحة ودي حاجة دي حاجة فعلا يعني قصية جدا إن أنا أستعمل ولادي فإن أنا أنتقم كدير للأسف يعني أه ولما أجعي أرجع هو بقى عايز يرجع أولاده لو بيرفضه أو هي عايزة ترجع ولد أو البنت بيرفضه واخدين صورة سيئة أه فإحنا يعني دايما نقول حتى لو تطلقنا نطلق بسلام ودايما نتكلم على نفسه وتبقى علاقتنا كويسة عشان الولاد ما لهمش زنب أبس أه عشان نحافظ يعني دلوقتي ما فيش حل لحل الموضوع ده غير إن إحنا الأب يسمح لنا بالتأهيل النفسي للبنت التأهيل النفسي للبنت وبعد كده هي حفظ طب إحنا لو عايزين نغير الجمود الفكري بتاع الأب ده نعمل إيه يعني نقول له إيه هيبالينا قاعدة معاه وهيبالينا كلام عن طوله يعني طب نقول له نقول له كلمتين دلوقتي لو سمعنا نقول له إيه من حق بنتك تختار أنت أب وتعبت مع بنتك وربتها وتعبت معها ليالي كابت المفروض الأم تكون موجودة معاك وهي تخلت وده حق هي ما تخلتش هي ساعة الطلاق قالت له هتعيش معاك لكن من ساعتها وهي عايزة تشوفها هو مناع خلص إحنا عنا نعتبر إن هي التنزل عن حقها وإنت راجل جميلك فوق دماغ البنت العمر كله ولكن من حق البنت تعرف إن أمها عايش هي بقى تختار بتختار حتى شرعا أنت راجل متدين وبتاع لراعي ربنا في كل تصرفاتنا الدين الإسلامي دين راحب دين فيه من السلامة والرحابة إن احنا العفو عند المقدرة وإنت دلوقتي معاك المقدرة ودي بنتك نور عينيك نبتك تتربى بصورة طيبة البنت المجرد وقعنا معها هيبقى فيه جزء دعم نفسي لها هيساعدها في تخطي كثير من الصعب ومهما يكون هو دلوقتي بياخدها يخبيها ولا يوديها البنت دي في وقت هتتجاوز وهتقدر الأم توصلها برضو وهيبقى هيبقى مش صدمة بقى عادية دي هتبقى صدمة كبيرة قوي صدمة للبنت وللي هيرتبط بيها طبعا بالزبط لأن الموضوع هيبقى كبر وهيبقى فيه أسرة تانية وهيبقى فيه نسب وهيبقى فيه قصة كأننا فيه بطحة على دماغنا هنقعوا أني خبيها هتيجي في يوم هدبان أنت اللي هتتضر فيها شهتقدر تخبيها طول عمرها وهي البنت هتتضر فيها للأسف الشديد فلازم كل الأمور تتوضح من دلوقتي أنا بشكر حضرتك جدا 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 ولازم يا جماعة إحنا كلنا نبقى مخلين بالنا بالموضوع ده أن الصحة النفسية أهم من الجسد يعني كل الناس اللي بتجيلها سرطان ربنا يعافينا يا رب بيجي من سترس بيجي من الأعصاب التعبانة لو نفسيتنا تعبانة بيبان على ورشنا وعلى نشطنا وعلى كل أي حاجة أي حاجة قولونا أي حاجة دايما يقولوا نفسيتك تعبانة ده اللي بيجيب المرض الحقيقي العضوي مش العكس فنخلي بالنا قوي من الصحة النفسية دي وزي ما الدكتور بيقول أرجو أن الزوج يشوف الحلقة دي أرجو أنك تعرف أن لا مفر من الصحة في الآخر لا يصح إلا الصحيح في الآخر بنتك هتعرف وبنتك هتبقى مع أمها النهار أنت مش ضمن عمرك أنت ممكن بكرة تبقى مش موجود ممكن بكرة تتوفى أمها هتوصلها ممكن تتجوز أمها هتوصلها أمها هتوصلها هتوصلها ولكن كل ما بتأخر في الوقت كل ما الواقع والتأثير السلبي عليها نفسيا هيبقى مرعب أنت كده بتدر الأم وبتدر نفسك وبتدر بنتك اللي هي أغلى حاجة عندك فلو سمحت تراجع وروح لدكتور ونقاهل البنت نفسيا وتشوف أمها كل فين وفين وحتى لو فيه أم دلوقت هي بتربيها عندنا دلائل كتير قوي الناس أمها ربتها أو أم مش هي الأم الحقيقية اللي ربت ويظل الطفل متعلق بالأم اللي ربته ومش الأم اللي مكتوبة على اسمها فما تخافش الدنيا مش هتتلغبط لو تقاهلت نفسيا صح أرجو أن احنا الوقاية خيرهم من العلاج يعني نحافظ على بيوتنا ما بقولش نحن نكمل مش مبسوطين لكن كل حاجة ليها حل ويبقى آخر آخر حل بعد استحالة العيشة أن احنا اطلق لكن ما نستسهلش من فضلكم تعالوا نروح لفاصل في الآخر مش هقدر أقول غير لو سمحتو من فضلكم من فضلكم من فضلكم أو تروحوا لناس بتوع الدجل والشعواز زي ما قلتلك الموضوع بسيط جدا بص للسما فوق كده وارفع يعني راسك وقول يعني رافع السماوات وخالق الأرض واللي بيخلي عندنا الشرايين والعروق دي ماشى بالنظام ده والقلب اللي بيفضل يدق لمدة ستين وسبعين وخمسين واربعين سنة ما يوقفش لحظة لو لو قعدت تتأمل حاجات كتير قوي فيك هتؤمن أن فكرة الأزية ولا فكرة أني مش عارفة تتمس ولا تتحسد ولا دي أقلب كتير قوي 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 من أنها تبقى حاجة أنت تبقى مقتنع أنها تبقى صعبة تتحل الله قادر على كل شيء يبقى عندك إيمان ويقين أن ما فيش حاجة ربنا بيقدرش عليها ما تتحويقش أبدا لحد لأن الحد ده ما هو إلا يعني أقلب كتير قوي من أن أنت تتحويق له ما تتحويقش البشر أبدا وإنت كل اللي ممكن تعمله إنك تسجد وتدعي من قلبك إن ربنا يزيح عنك بس بس والحاجة الثانية اللي تكلمنا فيها النهاردة كمية الناس اللي عندي خمس ولا سبع ولا ثمن ولا تسع حالات الإسبوع ده بس رجالة وستات عايدين يشوفوا أولادهم مش عارفين أي دين وأي أخلاق وأي قانون وأي ضمير وأي منطق يقول كده تقول لا تقول لا تقول لا لأن أنت هتنداموا جامد قوي 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 لأنكو بتنسوا إن فيه يوم إحنا هننزل قبرنا لما نتسقل مش نعرف نرد والحساب هيبقى عسير جدا فبحكموا ضميركم وتقول لا وحتى لو غلطتم ترجعوا شوفكم الأسبوع كيف أسبوع على خير ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا للمشاهدة